موسيقى صباح الخير صباح استعادة صباح التفاقل صباح البركة صباح كل حاجة حلوة بيبقى نفسي كده أقول كل الحاجات الحلوة والخير اللي في الدنيا كله وصبح عليه بيكم كل مشاهدين الغالين في كل مكان يارب يوم يكون جايب معاكم لحاجة حلوة بتتمنوها بتجدد لقاءنا اليوم معاكم في حلقة صباح النور النهاردة الخميس 13 أغسطس 2020 صباح على سحيب صباح الفل صباح الفل يا هبة صباح الفل لكل مشاهدين اللي بينورونا ويتابعونا من كل أنحاء العالم يارب يوم جديد مليان خير وسعادة وبركة على حضراتكم تابعونا دايما يعني بتعليقاتكم الجميلة على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك سي تي في إيجيبت أبتدي أنه النهاردة إيه التحفز اللي بتجعني إيه ومش كده واحد متحفز ومجهز حاجة في إيه أيه مجهز حاجة بس أبتدي يعني ولا لا أبتدي أنا تعودت على المفاوض أنا شفت اليومين اللي فياته الناس قعدت بتحكي على إيه فمن موضوعات اللي الناس اللي بتحكي عليها حاجة عجيبة جدا يعني ممثلة مشهورة نزلت صورة صورة ليها مع أسرتها ولا حاجة يعني إيه واحد نزل صورة مع أحد إيه اللي الناس بتحكم على الأدب وعلى الأخلاق وعلى 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 من خلال صورة طب يعني هل ده صح ولا ولا ده غلط هل صورتنا لما احنا بنزلها على السوشيال ميديا دي بتعبر عننا ولا لا هل إن أنا أحكم على الناس بثقافتي دي حاجة كويسة ولا مش حاجة كويسة هل يعني في حاجات كتيرة ممكن تتسئل لا ما تسألنيش عن رأيي لأنك أنت لسه ما قولتش حاجة نعم أنا مش هول رأيي لا تنحب بس ما لا يعني هي فكرة أن يعني الناس لما بتشوف الصورة تقولك هيبة دي كويسة أو هيبة مش كويسة من صورة يعني أنت مجرد بس أنا زلت صورة على الفيسبوك من صورة ومن تعليق ككتبه أو من تعليق أنت كتبتي أو قصة أنت كتبتيها فهل ده صح إن إحنا نحكم على الناس بهذا الشكل ولا لا لا طبعا عمر الصورة ما كانت مقياس لأن يعني حتى إحنا لو نيجي نتفرج على الصور بتاعتنا في البيت يعني ماشي ممكن لو حد جاي عندك كنت بتفرجوا على الصور فأنت عندك لكل صورة حكاية فتقول في الصورة طبعا يعني ما أقولك على حجة في موقف كده وبدأنا أقولك فيه رأيي كنت وأنا في الجامعة كنت متصورة صورة أنا ويعني زميلي في الدفعة وكان البنات قاعدين في كان التصور موجود عمي أصدق أن أنا من خمسين سنة ولا إيه يعني بشوف أنت بتقطع تاني وبتقطع حبل أفكاري المهم أن إحنا كنا مقسمين نفسينا نايس كانوا قاعدين قدام وفي صف تاني وراء الصف اللي كان واقف وراء كان فيه مجموعة من زماننا والمعيدين بتاعنا تمام فأنا كنت من الصف اللي قدام الصورة دي انتشرت شوية في الكلية ما كانش لسه ما كانش عندي فيسبوك ولا بس وانتشرت لأنه كنا بيطبعوا الصور وكانت تبقى معنا كلنا يعني فكنت قاعدة أنا في الأرض فالبنت اللي قاعدة جنبي من هنا ومن هنا واحدة فيهم حطة إيدها على كده فيه جاية من ناحية تاني فنفس التوقيت اللي كان المعيد بتاعي في واقف ورايا وعامل إيده كده فموقع إيده جاي مع الكف بتاع البنت اللي حطت إيده عليك هم شافوا الصورة غالب هم شافوا أنه لا هو اللي واقف ورايا هو اللي حطت إيده عليك وبدأنا الكلام يا جماعة وعدت حلل في الصورة طب نمو روح عند حد يكبرها ده إيد البنت اللي جنبي فالناس حكمت عليها لمجرد اللقطة الأولى أنه يبقى أنا مش مع فكرة أن حد يحكم على حد من صورة وخلينا أقولك أنه برضو مش معنى أنه حتى لو أنا واحد واقف حطت إيده على كتف واحدة ولا وقفين جنبي بعض قريب أنها وحشة وكل مجتمع وليس قفته وكل مكان وكل مجموعة من الناس مجتمع بكلم جوا الدولة الوحدة ليهم برضو ثقافتهم أكيد لا تحكمش علي من ثقافتك أنت أنت بالنسبة لك الحاجة دي غلط ممكن تكون بالنسبة لي أنا صح مش معناها أن أنا إنسان وحشة فليه؟ وبعدين للأسف كمان أنت بتنشو رأيك وسط الناس اللي حواليك فبالتالي خلاص أنت أقنعت كل الناس من خلال تعليقاتك وكلامك معهم أن أنا وحشة طب فأنت ليه تعمل كده وأنت بتعرفش عني حاجة طب ممكن أقول رأي تاني مش رأيي بعاند لكن أنا بهاقول رأي تاني أنت على طبي بتعاني لا 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 بس في رأي تاني أنت يعني تغفلتي اللي هو إيه بقى اللي هو أولا طالما أنت بقيت سواء ممثلة مزيعة مش عارف إيه طالما أنت ارتضيت أنت تبقى شخصية عامة يبقى أنت لازم عارف أنت أي حاجة هتعملها هتلقى إعجاب أو عدم إعجاب من الناس دي حاجة تاني حاجة أن أنا لازم أحترم ثقافة البلد أو ثقافة المكان اللي أنا في أنا دلوقتي موجود في مصر مجتمع شرقي مجتمع قولي عليه زي ما أنت عايزة بقى في عدد كبير جدا ناس مش متعلمين ومش مثقفين وحاجات كتيرة جدا أنا لازم أحترم العقليات دي أنا لازم أحترم يعني ما أقولش مثلا إيه لا برحتي وهي دي ثقافتنا إحنا مش عارف إيه ثقافتنا يبقى صورتك احتفظ بها لنفسك في البيت يعني لو دي ثقافت أنا الشخصية مثلا أن أنا أما هروح مثلا لمكان الفلاني هتصور بطريقة اللبس معينة أو هي هتتصور بلبس معين بتنزل البحر معرفة شكلها عامل إزاي ولا بتروح المكان الفلاني أحتفظ بالصورة لبيتنا طالما أنا ارتضيت إن الصورة توصل للعمل لا لا مش شرط إن أنا أرتضيت هبتدي معاك من أول كلامك اللي هي مدام أنا طبيعة حياتي أو شغلي فرضت علي أو خلتني أبقى يعني المفروض إن أنا بحترم بقى جمهوري وناسي اللي بيتابعون كل ده مظبوط وجميل والناس ليها فيها زي ما الناس القريبين مني كمان وعيلتي ليها فيها بس في نفس الوقت أنا عند حياتي الخاصة فأنت ما تقتحمش حياتي الخاصة وتتدخل فيها مش معنى إن إنسان بقى ممثل ولا مطرب ولا لعب كورة ولا مزيع إنه ما يبقاش عنده خصوصية في حياته الناس بتقتحمها في أي خصوصية بس طالما أنا حطيت رأيي بس طالما أنا حطيت رأيي أو حطيت صورتي أنا خرجت خارج نطاق الخصوصية لا ما عليش يتحقص ديها واحدة بس دي أول نقطة أرد فيها على فكرة إنك بيت شخصية عامة تمام؟ أو الناس كلها يعني بتتفرج عليكم تعالي نكلم عن الناس كلها مش لازم شخصية عامة أنا أتكلمك إنه وممكن كمان ناس تصورك وإنت يعني أنت مش عارف إنه تصور لا دي غصب عني أنا مش بكلم عليها وإنت ممكن تبقى في مكان أنت رايح بتصهر صهرة معزومة على عشاء لابسة براحتي فده يعني دي حياتي أنا الخاصة فحد يجي بقى مصر إنه يتصور معك أو بلاش إنه يتصور معك يصورك حتى من غير ما تاخد بالك وتلاقي الصور انتشرت على السوشيال ميديا والإنت نفسك بتبقى متفاجئ طب إيه؟ إما أنت كده اقتحمت خصوصيتي لا أنا مش بكلم على فكرة الواحد غفل واحد واحد غفل واحد دي هنلتمس العذر للي تغفل لكن أنا بتكلم في حياتنا العامة خالص دلوقتي أنا يا سيدي ولا حد معروف ولا أي حاجة خالص بس أنا حاطت صورة أنا ومراتي بشكل معين مثلا بشكل ملفت للنظر في وسط مجتمع شرقي بيتلكج بيعكس بنت عندها ثلاث سنين عشان لابسة أصير تمام؟ فأنا ما أقولش لا هم الوحشين وأنا الحلو يعني ما فهم زي ما أنا خلاص لازم أراعي عقول الناس الأدام في حدود الإمكانيات مش قصدي أنه أنا يعني أراعي للآخر بس على الأقل أن أنا يعني بس أنا هتفق معك في النقطة واحدة بس ماشي لكن أنا يعني ليه رأي العكس النقطة الوحيدة اللي أنا هتفق معك فيها وكنت بنادي بيها قبل كده بدأ للمرة مرات أن الحاجات الخاصة دي بلاش أصلا نرفعها على السوشيال ميديا أنا مش مع ده الخاصة تفضل خاصة داخل البيت الخاصة تفضل خاصة لكن فكرة أن الناس تحكم علي من صورة لأي سبب من الأسباب حد يعني نشار لي الصورة دي أنت ومالكو وبعدين هل يعني أنا مش بقلل من حد سكن في منطقة شعبية أو في الصعيد أنا مش بقلل من أي حد كلكو على رأسنا من فوق بس طبيعة المجتمع أو ثقافته غير مثلا الناس سكنة في المدن الجديدة واحد سكن في اسكندرية واحد سكن في مدينة ساحلية طريقة لبسهم ممكن أنزل لبسة كات الناس محدش بيبص علي فنفسها لو لبست نفس اللبس ده في بلد تانية أو في الصعيد ده ما يصحش خالص هم هيشفوني بنظرة مختلفة طب خلاص هي مشكلتي ولا مشكلتهم يبقى دي مشكلة مين يبقى أنت لازم تبقى فاهم أن من مجتمع لمجتمع ومن ثقافة لثقافة بتختلف في ناس طب هو ده لأنا بقوله ممكن نسلم على بعض يعني الراجل هيبوس للست ومش معناها أنها وحشة على فكرة فأنت برضو ليه تحكم علي أن أنا منحرفة وأخلاقي وحشة ودي صفاتها لا على فكرة يعني ده مش معناه أن أنا وحشة خالص لا مش معناه أن أنت وحشة بس لازم أن أنا أراعي طبيعة الثقافة اللي أنا موجود فيها زي ما أنت قلت أن أنا أختلف وجودي ولبسي وطريقتي وأنا في مدينة سحلية وأنا في شارم مثلا طريقة لبسي وطريقة يعني ماشيت في الشارع تختلف لما أكون ماشي في الصعيد ده مجتمع وده مجتمع فإذا أنا لازم أحترم ده أنا أتكلم على حكم الناس يعني النهاردة ممكن لأي ظرف أنا سافرت المصيف مع جوزي ومع عائلتي ومع أمي ومع أخوتي وفي المصيف ده لبست فوستان كات أو لبست أي حاجة يعني نزل البحر ماشي وأنت هتكلم على حد بقى غفلك ولا بقى أي طريقة كانت الصورة دي حد شافها بلاش حد موجود معنا وعارف دي هيبة ده سحق ماشي فهيبتدي بص اللي بتطلع بقى وعظنا وتقول لنا والحشمة فيه يعني على فكرة ده مش معناه أن أنا من حق يكون عندي حياتي الخاص مش معنى أن انت شفتني كده يبقى أنا بني أدنى وحشة وأخلاقي وحشة وسلوكياتي وحشة خالص لا لا بس من ما هو برضو من طبيعة ممكن أبقى لابسة كده ولابسة كده وبعمل اللي أنا عاوزي وانتا نتعرفش عني حاجة والبنت دي زي الفل بس برضو لازم بنراعي طبيعة المجتمع اللي احنا فيه وفكرة الناس عننا يعني طريقة مكان شغلك طريقة كلامك طريقة لبسك لازم أن أنا براعيها طول الوقت لازم أن أنا براعيها طول الوقت ما فيهش واحد يبقى مثلا واعز في كنيسة أو خادم معروف في كنيسة وراح مثلا عشان يتفسح ولا حاجة فدخل ديزك وقعد وقعد يرقص وقال لك لا أنا ما أنا مش هقدر أقولك قال لك دي حريتي الشخصية لا 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 ما فيش حاجة مع حريتك الشخصية حريتك الشخصية بقى أنت بتشتغل الناس أو أنت بتضحك على الناس يعني الإنسان مش بيتجز ما هو دي الإزدواجية وأنا مش مع الإزدواجية أنا ما قلتش الإنسان يكون عايش بشخصيتين ووشين وبره حاجة وجوه حاجة أنا بتكلم على حكم الناس عليك لمجرد صورة حكم الناس عليك لمجرد أنهم شافوك لابس حاجة معينة وقف مع مجموعة يعني ممكن واحد يتخانق مع مراته مثلا أو مع خطبته ويفكر خطوبة عشان متصورها واسحبها مثلا ووقفة جنب حد من زميلها المسافة قريبة منه ويقوم بقى وممكن الجوازة تتفاركش خالص وتضوز على فكرة خطبتك مش وحشة وبنت زي الفل وأخلاقها زي الفل ومش معنى أن حد وقف جنبها دايب أعيب ولا أنها أخلاق مش قويسة أنا مش هقولك خطبته ولا حد قريبه ولا بتاعده ممكن واحد ينزل صورة يعني ما أنا بقولك الفكرة في إيه أن احنا كمان نراعي مشاعر الناس ونراعي أن زي ما فيه ناس بتحبنا فيه ناس ما بتحبناش وفيه ناس في المحيط اللي حوالينا ممكن يكونوا شايفين اللي أنت بتعمليه ده غلط ما ينفعش مثلا واحد يكون مع امراته مثلا عشان هي امراته وحبيبته وبيحبها كل يوم ينزل لنا صورة مثلا من البيت وهم عادين براحتهم مثلا يعني أنا آسف أن أنا بقولك كده بس أن الواحد بيشوف ده يعني أنت امراتك في البيت مش على السوشيال ميديا يعني مش على السوشيال ميديا النويت تنزل صورة حتى لو أنت مش معروف ولا حاجة بس النويت تنزل صورة للميد صديق اللي عندك وإنت عارف أن الناس كلها هتشوفها رائع عقليات الناس ما ينفعش تبقى أنت عاد في الصيف براحتك في البيت أنت والمدام وبتنزل الصورة على السوشيال ميديا وتقول لي لأ دي حريتي الشخصية حريتك الشخصية في البيت أن أنت تلبس براحتك لكن مش حريتك الشخصية أن أنت تحط لنا الصورة دي على السوشيال ميديا قدام وتبقى عرضة للناس إحنا في دي مش هنختلف أنا برضو بكرر أن أنا معه أن الواحد حياته الخاصة دي اسمها خاصة لكن بتكلم أن حتى في العموم مش لازم صوري في البيت بلاش نحكم على حد بشكله من برا بصورة هو نزلها وخلينا أقول لكم يا ما ناس بنشوف ضحكتهم في الصور وهما من جوة حزانة وموجوعين ومكسورين وحالتهم صعبة جدا يا ما في ناس بنشوفهم أنهم لبسين لبس كويس نفتكر بقى ده معهم يا ما هنا يا ما هنا فلوس هما بتبقى ظروفهم برضو يعني مش زيما أنت متخيل قادر فإنك تحكم على حد بالشكل أو بالصورة دي مأساك لا لا هي فكرة الحكم على حد يعني إحنا دي أنا وإنت متفقين عليها ما تحكمش على حد اللي أنت شايفه مبسوط ممكن ما بقاش مبسوط اللي أنت شايفه أنه هو يعني معه فلوس ممكن يكون أمعه بس مش مبسوط اللي أنت شايفه أنه هو بيلعب كرة ومقطع الدنيا وعارق والناس كلها عارفة ممكن يكون في حتة في حياته حزينة أنت ما تعرفهاش وهو من زكاء أو من يعني يعني هو مش عايز يبين لك يعني إحنا برضو لازم نحترم الآخر يعني فيه ناس بتعبر بتحيب تعبر عن مشاعرها على طول على السوشيال ميديا قدام الناس وفيه ناس لا يعني دي حتة الخاصة تفضل خاصة تبقى في بيتي وما بيني وما بين أسريتي وعائلتي وأصدقاء المقربين فلكن أنا بنتكلم كده في أمرنا عشان بس ما انتهش من بعض حياتك الخاصة هي خاصة إلى أن تخرج للناس خرج أنت خرجتها بإرادتك للناس في شكل صورة أو فيديو أو كلام خلاص ما بقتش خاصة ما تقوليش حياة الخاصة وأنا حر فيها كانت حياتك الخاصة وأنت حر فيها في نطاق المكان اللي أنت عاد فيه سواء في البيت أو 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 صح كده ولا أنا غلطانا؟ صح كده بس حتى لو حد ما نعرفوش ومش بنتكلم عنك ولا أنت خرجت صورك ولا أي حاجة شفت صور حد يعني زي ما كان نسحا بيحكي على القصة بتاعت الممثلة أو الفنانة دي أو غيرها لأي حاجة بلاش تحكمه على حد مناش دعوة مهولات دين ولكلات دين وإنت إش عرفك بقى أن دي وحشة ولا حلو هل معنى أنها متصورة جنب حد ولا حد مثلا حاطت إيده على فكرة ممكن يبقى فيه واحد علاقته بوحدة معينة فعلا بيتعامل معاها زي بنته العلاقة بينهم كده ممكن تكون حتى في محيط الأسرة وإحنا ما نعرفش إنت بتعرفش مين الشخص اللي واقف جنبها وإنت بقى فورا أصدرت حكم إنها وحشة وإنها وإزاي تعمل كده ولا إزاي باباهم ميتها موفقين ولا خطيبها موافق ولا جوزها موافق إحنا ما نعرفش من الدخلش في حياة الناس ياريتنا خلينا في نفسنا ستدوني لو كل واحد دا استركز في نفسه وفي ولاده مش يبقى فيه أحسن مننا يعني شاركونا بردو بس بردو أنا بأكد يا هيبي أنت بعد السطرين دولو أنا بأكد بردو بس أنا كأي شخص في الدنيا لازم راعي إن أنا طالما أنا بنشر صوري إن أنا راعي إن فيه عقول كتيرة جدا لو أنا عندي بس ميت صديق على الصفحة على أقل فيهم عشرين واحد عقولهم غير التماني ما فيش طبعا حد عقله زي التاني يعني بس فيه أفكار وثقفات مختلفة فأنا لازم أراعي الأفكار والثقفات في حدود المعقول مش باتكلم في حدود يعني إن إحنا ما نحطش صور أو نحط صورنا وإحنا يعني لابسين عبيات أو 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 لا مقصدش كده أنا بقصد إن الحاجة اللي أنت عارف إن هي خارج نطاق المجتمع تماما أو المجتمع بيرفضها تماما بلاش منها الحاجة اللي هي خاصة جدا ما بين الرجل وامراته صورة بشكل معين بلبس معين ما ينفعش تطلع للعامة ممكن أوريها لإخواتي ممكن أوريها لحد قريب مني لكن ما ينفعش تطلع للعامة طلعاش للعامة وما تقولش لا ده أزوني بتعليقاتهم ما أنت كمان أزيت نفسك أو أنت عرضت نفسك تبقى مجال للأزيل طيب أنا عارفة أن أنت بتحب تبتدي بتعليقات الناس فسأنا هرت عليه واحد بس ماشي تفتدي التعليق مش عشان جاي معي بس هو أستاذ أنتون بيقول لنا على فكرة أنا عجبني فكركم جدا أنت والإتنين وحاولوا تسمعوا بعض أكثر على فكرة أنت والإتنين وجهة مصدرك شفت بقى أستاذ أنتون بيقول لك حاول تسمعني هو بيهدي النفوس لا هو بيقول لك حاول تسمعني يعني بس هو معنى الكلام كده هو قال طب هو قال تسمعوا بعض قال اسمعي كنتي لا ما هو معنى يعني تخذت الكلام إن هو عليك انتي هو معنى أنا قريت لك التعليق عشان كده عشان أقول لك لما تكلم حاول تسمعني بس وهي طبعا من أصول الجانتالة أنه لما أنا البنت تتكلم أو الستة تتكلم تتكلم طولة من أصول الجانتالة أن هي تتكلم وهو يقعد ساكت حتى لو تكلمت ثلاث ساعات أكثر من مدة البرنامج برضو تسمعي تفضل تكمل التعليق دول معايا شريف صالح مفيش حاجة موديانة فده هي غير كلام الناس ربنا يرحمنا كلنا ليلى عبد المسيح بتصبح علينا موضوع جميل شكرا لكي فادي مفرح بيصبح علينا نبيل فوزي صاخير مسكندرية الخصوصية في البيت ولكن المظهر واللبس ده كل منطقة لها ثقافتها ولبسها كل منطقة مش كل بلد معاك حق طبعا متحة دوحة بيصبح علينا شكرا لك أستاذ مجدي هريسة أجمل شيء في الكم برنامج صباح النور دايما منورين القناة شكرا لك والكلامك الحلو يا أستاذ مجدي أستاذ حازم وديع الشنوتي بيصبح علينا جرمانة دوميان بيصبح علينا من اسكندرية الناس كده كده بتتكلم ماشي ميرف سحق مبرح أستاذ عماد بعث وقال إيه إن احنا بنزل المستتات وبناخدهم لحم ونسيبهم عدم وفكر وانت قلت له أكيد موبايله مسروق والمدائي موغضة الموبايل وطلع إنه مش مسروق هقرأ تعليق أستاذ عماد وبعدين أبقى أكمل أستاذ عماد بيصبح علينا تعليق عجابها من مبارح فاكرة اسم الصديق اللي بيبعث لنا من مبارح مركزة معا من مبارح أيوة أنا بركز بكل التفاصيل بيقول أنا شايفت إننا بنفرد رأينا على البنات أو الستات أكتر طب ليه مش بنعلق على الشباب اللي بتنزل صورها ولا البنات عود ضعيف في مجتمعنا بنطلع عليهم عؤدنا وكلاكعنا كل شخص حر يبقى أنت التعليقات وفعلا التعليقات بتيجي على البنات أكتر من الشباب طبعا طبعا عشان أنت في مجتمع شارع طبعا يعني إحنا برضو عايزين بقى مش نغير ثقافتنا إننا نجارف وراء عدد صعبة إحنا ما بنقولش نجارف وراء عدد نحترم خصوصيت بعض لكن ما هو احترم خصوصيت بعض واحترم تفكيري وحترم ثقافتي يعني أنا برضو وما تحكمش عليها من صورة تحكمش عليها من صورة أنا فكرة أنا مش منزلة صورتي في البيت أنا منزلة صورتي عادي مع صحابي يعني أولاد وبنات ونزلت فصحت معهم بعد انت حالة السنوية العامة وتصورت ما ينفعش نزل أي صورة لو نزلت صورة ما يصحش إن هي تنزل هاحكم عليك تنزل أي صورة أنا بقولك بتوصل مية عامة نسا مخلصين خرجوا شلوا أولاد وبنات وتصوروا مع بعض لا لا بيبقى فيه تعليقات يعني لو مقربين من بعض شوية تلاقي قال وقلنا ويمكن باباها يضربها ويرنها حلقة ولنزلتين لا 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 شكاد طب نصبح الناس فضل أنجيل فاهمي أنا بحبكم قوي شكرا لحضرتك دينا ميجلة بتصبح علينا كرالوش ريسوس جورجينا جيرجيس ما نوعادل أبنوب عاطف مايكل نادي أزيز نسيم من الخواجة لازم نرأي أننا في مجتمع الشرق والناس ليها الظاهر مش زي ربنا اللي بينظر للقلب كامل خلف بيصبح علينا شكرا لك رضا مهدي إنجي كامل أهلا بحضرتك أم كرولوس كراس بيصبح علينا مونير رهاني الرعي الصالح بيصبح علينا روماني بخيد بيصبح علينا من السويس فضل أستاذ أكرم رقوف بيقول لنا الصورة وسيلة من وسائل التعارف مش صح نحكم عليها منها على شخصية صاحبها ولكن بتدي انطباع مبدأي اتأكد منه أو ارفضه دي بتحصل اتأكد منه أو ارفضه دي بتحصل مع مزيد من التعامل والمتابعة وصباح النور من نيويورك صروة عدلي صباح الخير وعلى كل العاملين في القناة في مثل بيقول قبل ما تحكم على الناس احكم على نفسك طبعا مارسيل لحنة كلام سليم أشكركم أبو عزة للجميع كده كده الناس بتتكلم جيجي بتقول نصف وجهان وماريا بيصبحوا عليكم وبيصبحوا على أسرتنا الجميلة في أسيوت الموضوع جميل بس الأصعب كمان موضوع الفوتوشوب اللي بيغيروا فيه الصور للشخصيات العامة والناس البسيطة دي جريمة دي جريمة دي جريمة دي جريمة طب ممكن أقول حاجة اه اه انا بس عايزين نوز ان الموضوع عشان ما ناخدوش في اتجاه يعني منجرف يمينا او يسارا يعني القصة باختصار هي الحكمة الحكمة بمعنى ان انا يعني بنازل بنازل صورة او الصور بتاعتي تبقى انا كمان بحكمة يعني نفعش النهاردة تبقى مينة خدمة عندك مثلا في سنوي بنات مثلا عمل تعلم البنات ولازم يا بنت تعمل وتنزل وهي راحت شارمة فعجبها صورتها بالمايو الجديد اللي جابته فنزلتها وتقولي لي براحتها بش براحتها لا فدي ما قلتش براحتها عشان ما ينفعش ان اقول كده طيب رانيا بتصبح علينا بتقول انا رانيا عايشة في فرنسا صلواتكم من اجل بنتي ماريا لانها تكسرت بركة سوم ماما العذرة معينا وتحمينا من عدو الخير الف سلام عليها يا رانيا ان شاء الله يعني ربنا يقوم هالك بالف سلامة مجدي وهبة صباح الخير لا تحكم بالظاهر بل اعطي حكما عادلا احنا منحكمش على حد اصلا سيمون لبيب صباح الخير فرح وسلام الي اصحاء انا مارينا ومن الفشن ونفسي تعرضه فيلم الام اريني حاضر يا مارينا صباح الفل عليك ايفا اشرف فوزي سابت بيصبح علينا مينا ارنست صباح الخير من السيود فينا صبحي فعلا ايهبة بيحصل كتير ربنا يسترها مين يا رب ميرفت مقار صباح الخير على احلا اتنين كورا جيزوس في حد بعيد اللي بعت لنا سؤال جانت فليب بتقول صباح الخير اجمل هبة وصحاب عشاءكم بعشاء نقاركم مع بعض بس نفسي سألكم بتكونوا مجهزين طريقة حواركم قبل الحلقة ولا بتكون بطبيعتها جانت فليب من فيصل انا بصدق اكون اجازة على السن اجاوه اجاوه انا بفضل اسأل اسحاء يعني احنا هنا بنبقى موجودين في القناة من بدر جدا يعني قبل معادي الهواء تقريبا يعني ما لا يقل عن ثلاث ساعات يعني فممكن انا شوف اسحاء قبل الهواء بنصف ساعة ولا حاجة اسحاء احنا هنتخنق النهاردة ولا ايه قولي سيفيها على الله اسحاء طب تفتكر نهاردة ممكن نتناقش فيه انا مجهز لك حاتة حاجة ايوة طب ايه هي لا وانا لو جهزتلك هيبقى يعني ما بنعودش نحكي قبل قبل الحلقة عشان تبقى الحاجة على طبيقاتها ومحدش فينا يبقى متبني وجهة نظر يعني بيفرضها على الناس فاحنا بنحاول نبقى على طبيعتنا على قد ما نقدر طبعا على طبيعتنا دي على قد ما هي حلوة على قد ما انتم ممكن تسمعوا مننا يعني ممكن رأي ما يعجبكوش مثلا او حاجة فتنقشونا فيه واحنا بنحب ده كويس جدا بس احنا عادة في كل حلقات صباح النور بنحب نبقى على طبيعتنا اكتر ونقوله اللي جوانا ونقوله اللي حسين بي يمكن ده يقدر اللي من القلب يوصل للقلب يعني اكيد يعني دايما عشان كده بنشارككم معنا بنقول لكم بعتولنا رأيكم وقولولنا انتم شايفين ايه هقول طلبات التبرع اللي معنا النهاردة مطوب متبرع بكل فصيلة الدم ايه موجب او ايه موجب على ان ايه موجب او او موجب على ان يكون يستنى من 25 ل 45 سنة رقم التليفون 012-766-74768 مطلوب متبرع بكل فصيلة الدم بي موجب على ان يكون الطول من 160 ل 180 سنة يكون ذكر والسنة من 23 ل 39 سنة ويكون خالي من الامراض ارقام التليفون 0100-18-07403 او 012-2-649-4-6-7 0 مطلوب متبرع بكل فصيلة الدم او موجب السن من 22 ل 42 سنة واذا كان المتبرع ذكر لا يزيد الوزن عن 100 كيلو اذا كان المتبرع انسى لا يزيد الوزن عن 75 كيلو رقم التليفون 010-9207-3878 ويا رب بالشفاء للجميع يا رب بالشفاء للجميع لسه بستنين تعليقاتكم على فكرة وان شاء الله خلال الحلقة لو نعرف نعرف تاني بعض التعليقات ونقرأها كمان بعد يعني بعد الحلقة بنقرأ الحاجات والحاجات المميزة ممكن تاني يوم نيجي نتكلم فيها لسه معانا اخبار كتير النهاردة ولسه معانا حاجات جميلة بعد الفاصل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة